فكرك بحاجة وانا اشدت بيها هنا في نادي الزمالك الموسم اللي فات قلت الزمالك عمل حاجة انا بقالي كتين مش فتاش في نادي الزمالك انت ما كنتش بتسمع كلمة من جوة نادي الزمالك لدرجة ان احنا اللي بنشتغل في الاعلام لك اننا بنعرف خبر ولا نعرف معلومة ولا مين اتدايق ولا مين زعلان في الاخر الزمالك كسب الدولة في اخر الموسم وهو ده النجاح ما اخد بالك لو الزمالك كان حصل عنده استمرارية في النقطة دي طبعا كان الزمالك يفضل وبياخد الدوري السندي لان كمان انت ابتديت كويس قوي كزمالك الدول الاولاني وكنت ماشي كويس جدا ومعندكش مشكلة وده اللي بيفرق دايما مع الاهلي على مدار السنوات اللي هو اه طبعا في مشاكل جوة النادي الآلي اه طبعا في مشاكل جوة النادي الآلي بس عمرها ما بتطلع الا نادرا زي ما انت اتكلمت هي بس طول ما في صلاحيات صلاحيات وحد فاهم كرة قوي موجود في الحتة دي لأ الامور بتختلف بتختلف بشكل كبير جدا لان كمان بص مشكلة نادة زي بالك اللي كانت موجودة بعد السنة اللي فاتت دي حاجة واحدة بس ان انا حسيت خلاص انا 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 هعمل اي حاجة هتمشي اي حاجة هتمشي مش كودة مش كده مش كده خالص يعني اعمل اي حاجة هتمشي مش فاهم طيب في فترة من الفترات في جيلي كنا موجودين كنا بناخد دوري لمدة فاربع سنين تلاتة دوري واربع فاربع سنين وصلت لمرحلة ان في فترة دي المسئولين عن النادي بيقولونا احنا بنكسى بالدوري باي حد عجبكو عجبكو مش عجبكو مش وده مش حقيقي فانا فلابت ستري فاهم قعدنا بعدها قد ايه مدة كبيرة جدا ما بناخدش دوري على فكرة انت كممكن تقول لنا كلمتين بصات جدا تخلينا احنا كلاعيبة نقدر نشتغل ونشتغل اقوى من الاول وناخد بطلطة اكتر اللي هو ايه احنا بنسعب بعض احنا بنلم بعض احنا معلش فيه حتى لو فيه زين امالية حتى لو فيه مشاكل مادية حتى حتى اي حاجة ازاي تعرف ازاي تعرف تلم اللعيبة اللي موجودة معاك بدون بدون ما تحسسهم ان انت بتمنى عليهم عشان كده بقولك ايه ان الزمالك او مسؤولي الزمالك حاسوا ان هما اي حاجة يعملوها هتمشي لا مش مزبوط مش مزبوط انت لازم تشتغل وتحاول مع اللعيبة دي واتدخل في دماغهم ان لأ الامور هتمشي هتمشي وكلنا هنسعد بعض انت بتقف معايا هنا انا بقف معاك هنا اتأخرت عليك اسبوع اتأخر عليك اتأخرت عليك شهرة اتأخر عليك بس كده كده هتاخد حق عارف انت اللي هو ايه انت ايدك في المطبخ مع اللعيبة ومديهم كمان انا موجود بديك الحافظ ان الحاجة دي هتيجي معلش وانا في ظهرك كلعيب وده اللي بيحصل في النادي الاهل للفترة الاخيرة عشان كده بتقع سنة اتنين وبعد كده بتيجي تقوم تاني الزمالك بيقع للأسف اكتر شوية ومدة اكبر شوية ليه عشان الحتة دي مهم وكمان مش بس عشان دي كمان يعني في حاجات تاني طبعا يعني المشاكل بقى المادية وان الزمالك برضو يعني ما بياخدش حقه بما يرضي الله في حق الرعاية زي بقيت الحاجات انا بتكلم انا بتكلم اللي انا عشت ممكن وقتها بس ما تقرش يعني انا عصد كل واحد بقيمة عمله مش بقيمة اسمه عشان اسم الزمالك اسم كبير واسم النادي الاهلي اسم كبير زي ما انا بقول الكصة دي ايه حتى انا اشتهى قبل كده انه في الشغل بتاع الماركتينج اللي بتجيب بيه فلوس يعني قوي البراند بتاعك البراند بتاعك ده مش اللي هو اسم النادي بس لا قوي بكل تفاصيله بالهدوء اللي فيه بالشكل اللي فيه باللي بيسموها البراند ايميج الصورة بتاعك ها دي بقى المشكلة تفاصيلة على فكرة تفاصيل دي كلها بجيب فلوسك بتنتقل ما هو ما هو ده لانا عايزة عن كونسة اهلي وزمالك ما هو ده لانا عايزة اقولها يا كريم يعني ايه يعني ناتزة مالك طول الوقت طول الوقت عنده مشاكل ادارية ممكن تبقى هي السبب في عدم اه 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 عمل الماركتينج اللي بتقول عليه بشكل قوي اللي بتعرف تجيب بيه فلوس كويسة جدا جدا فانت ما هو برضو ده من ضمن الحاجات انت انت انا متحجم ماليا متحجم ماليا مش بس من الشرق الرعية عارف يا كابتن طريق السان فات لما الزمالك كسب الدورة كانت كل الامور هادية وكان الزمالك في فلوس وكان الزمالك في رعا وكان كل حاجة حلوة تمام تقول ما انت يا سبحان الله على فكرة ولا عاكس صحيح اللي بيخسر بردو تحس انه الدنيا تطارت وكل حاجة فيها مشاكل انت اللي بتدخل نفسك في دورة او لا هو ده ببساطة وانا معاك في دي 100% وتمنى يعني انا انا ما بحبش ان انا اخلق لنفسي مشاكل كريمة خد بالك فيه بعض الاوقات مسؤولي نات الزمالك هم اللي بيحطوا نفسهم في المشاكل انت بتختلق المشاكل مع طارق ومع كريم ومعه ليه صحيح نات الزمالك يا جماعة انت لما بتبقى مسؤول داخل نات الزمالك بتبقى مسؤول عن نص مصر ما بتكلمش على رئيس نادي او بتكلم لا بتكلم حتى لعيب الكورة مدير كورة لا حتى لعيب الكورة بالظبط انا انا ببقى مسؤول صح انا اخد بالك احنا بتعلمنا احنا صغيرين حاجة مهمة جدا 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 وعمري ما هنسيها وانا عند 12 سنة و13 سنة كنت بخش مطعم النادي اكل كانوا بيعلموني ازاي اكل بالشكة والسكين عشان انت هتسافر مع منتخب هتسافر مع نادي الناس هتشوفك برا ما ينفعش تبقى بتلغبط يا تفاصيل تفاصيل يعني ممكن ايتيكيت كل حاجة تفاصيل عادية عشان انت انت سورة نادي و سورة البلد انت سفير مصر برا صح كده فانت تعلمت ده من وانت صغير انت بقى كمان مع همه ما هي دي امال ازاي بتعمل لعيب كرة كريمة يعني انا هتديك حاجة اصعب كمان ليه بنقول دلوقتي ليه بنقول دلوقتي ان المواهب قلت هي المواهب ما قلتش هو تطوير المواهب نفسها هي اللي قلت صح يعني فيه موهبة بس ما بتتطورش اه انت انت بقولك شوف حاجة بسطة جدا من وانا عندي 12 سنة انا الكابتن علي شرف الله ارحمه بيدخلني مطعم ناد الزمالك عشان انا جيسم ضعيف من وانا عندي 12 سنة علموني ازاي اكل علموني ازاي اتعامل ازاي اخش المكان ده وابقى ما فيش صوت ازاي حاجات تفاصيل التفاصيل مش انا مش انا على فكرة مش انا كاتري السيد لوحب انا بتكلم على تي يعني الفرق بتاقطع ناشين كلها واجيال وربعات فانت خلاص تعلمت ده انت حاطت نفسك دلوقتي وانت مسافر وانت ركب الطيارة وانت في الفندق وانت بتتمرن وانت سفير مصر برا في كل حتة بتروح فبتتعامل على قد اسم مصر وبالتالي لازم تبقى مسؤول طول الوقت طب ترجمة نانسي قنقر